السلام عليكم من خلال هذا الفيديو سأقوم بشرح آلية مضاعفة جزئة 30 إذن كما تعلمون خلال مرحلة S من الدورة الخلوية تتم مضاعفة جزئة 30 بحيث يتم الحفاظ على الجزئة الأصلية وتكوين لو لا بين جديدين ضلاقا منها بمعنى المضاعفة النصف محافظة والتي برهن عليها من خلال تجربتهما التجربة هذه سأجدكم لوليين ديالا إن شاء الله بالنسبة للديسك خيبسيو بالنسبة اللي بغاي يطالع عليها إذن خلال هذه المضاعفة يتم تدخل بعض الأنزيمات أول أنزيم هو الأنزيم أنزيم التفريق اللي هو أنزيم الهيليكاز يقوم بالتفريق ما بين اللو لبين الأصليين عن طريق كسر روابط الهيدروجينية بين القواعد الأزوتية إذن من بعد هاد أنزيم التفريق كيت تدخل لنا أنزيم لديين بوليميراز وبالضبط لديين بوليميراز طروا المسؤول عن استطالة السلسلة الجديدة في اتجاه خمسة بريم طروا بريم أي أنه يقوم بتجميع نيكليو تيدات في اتجاه خمسة بريم طروا بريم هذا الجملة هذه لأن هذا الادئين بوليميراز طروا الذي سيتدخل المهم مهم أنكم يمكنكم تعتبره غير الادئين بوليميراز حتى من بعد تعرفوا لماذا بالضبط لهم الادئين بوليميراز طروا بالنسبة للترمينار لا يحتاجون أيضا ما هو الضبط مهم الادئين بوليميراز هذا يقوم بالاستطالة السلسلة الجديدة في تجاه 5 بريم طروا بريم بما أنه إلا لحظته أنني رسمته هنا في هذه البلاسة طروا بريم لماذا؟ لأنه يمشي في 5 بريم طروا بريم مع اللولاب الجديد الذي يكونه هو كنسميه مسؤول عن استطالة السلسلة الجديدة في اتجاه 5 بريم طروا بريم إذا كي يحقق الانتباغاليليزم أو لا تضاد التوازي خصوه بالضرورة يكون في هذه الجهة تروا بريم بالنسبة للولاب القادم لأنه هو كيمشي تروا بريم تروا بريم يمشي من 5 بريم إلى 3 بريم بالنسبة للولاب الجديد يجب أن يكون في الجهة تروا بريم بالنسبة للولاب القادم إذا هذا هو اللولاب اللي سنسميه لولاب منصوخ أو لا لولاب مستنسخ أو لولاب قابل للنصخ المهم على حسب كل التمارين ما تقدر تلقى فيه لولاب مستنسخ منصوخ قابل للنصخ إذا هذا هو اللولاب اللي سنسميه لولاب مستنسخ أو قابل للنصخ أو منصوخ إذا دابا مبقى عليه إلا يجمع هذا اللضاء بريم بالنسبة للولاب مبقى عليه إلا يجمع النكليوتيدات بشكل مسترسل أي بشكل متواصل يعني دابا سيتم تركيب النكليوتيدات الجديدة بشكل متواصل الاستيطالة متواصلة كتسم هذه سي قبلت 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 كي تسمى لو بغان اغطاق دي اولا اولا كتسمى استيطالة متقطعة على شكل قطع او كذاكي كيفاش كتسمى هذه الاستيطالة المتقطعة؟ كيتم التدخل ديالوح اللونزيم اسميتو بخيماز بخيماز شنو كيدر هاد البخيماز؟ كي يجيب واحد لا ارئن ممهيد كي يجيب لينوح الفخاق موح القطع ديال لا ارئن كتسمى ارئن ممهيد هذا ارئن ممهيد كي تضعني كي يكون هناك 5' وهنا 3' 5' جاي العكس ديالها 3' اللي ديجا كاينة في لدين كي يضعني 3' منين يبدأ لي لدين بوليميراز 3 كي يبدأ هذا لدين بوليميراز 3 كي يجيب هذا ارئن ممهيد كي يجيب لدين بوليميراز 3 كي تلقى معامل تشد كي يمكن لها تدير الاستطالة المتقطعة مثلا من هنا لها قبلتها A C قبلتها J هنا لا يوجد مشكل C قبلتها J عاودي يأتي بهذه القطعة واحدة أخرى لماذا؟ لأن هذا الهريكاس يخرج واحد قليلا من عاودي يأتي هذا يضع الرن ممهيد هذا يسمى الرن ممهيد يوجد اسمه هنا الرن ممهيد او لا الرن لأن يخرج واحد قليلا من الرن عندما يخرج قليلا يأتي بالرن الرن ممهيد و يذهب ثاني هنا تروى الرن تروى الرن تروى الرن و يدير استطالة المتقطعة هنا قبلتها A طبعا ثلاثة الروابط ثلاثة الروابط ثلاثة الروابط قبلتها G تروى الرسل و يجب أن نقوم بفوق و يجب أن نقوم بفوق و يجب أن نقوم بفوق ثلاثة الروابط كيف سنقوم بفوق بعدها؟ ماذا نقوم بفوق الرن ممهيد ماذا يقوم بفوق بفوق و يجب أن نقوم بفوق هذا القطع من الرن ممهيد من الدين إذن يجب أن نقوم بفوق كيف سنقوم بفوق وهذا يجب أن نقوم بفوق وهذا يجب أن نقوم بفوق رن التي يوجد من الرن فيها هنا 5' و هنا و يجب أن نقوم بفوق و يجب أن نقوم بفوق ADN 1 هذا الشيء لكي أقول لكم هذا الادئين بوليميراز تروا لكي نصل إلى هذه المرحلة لا ندخل لأن الادئين بوليميراز في أنواع لذلك الادئين بوليميراز الآن يجيب واحد في خاكمه نيكليوتيدات الادئين يجيب واحد القطعة من الادئين ويعودها في بلاست الادئين عَلَانٍ كيف لا تفعل ذلك؟ لذلك دخلت الادئين بوليميراز الآن يجيب قطعة لادئين ، فقط من الادئين بلسط القطع التي سمعتها يجيب أفضل عَلَانٍ تروا لكي نزل لادئين تخيلها لا تبقى مشيه معها الرن هنا اذا ما هو بقى خصني؟ بقى خصني واحد الانزيم اسمته ADN legaz هذا الادن legaz ما هو الدور دياله؟ يجي و يلاقي ما بين هذا اللي في خاكمه اللي تعوده اللي كانوا ديال الرن وتعوده بلدن عن طريق ديال الرن ديال الرن الادن legaz كيف يلاقي بلانتهم؟ وهو تكون لي واحد اللولب في الاخير سنحصل على هذه الشكلة مضاعفة نسب محافظة اللولب قديم اللولب جديد اللولب قديم اللولب جديد بعد تدخل الانزيمات تحيطوا لي هذا اللي في خاكمه كانوا تسمى قطع اوكازاكي قطع اوكازاكي مهم هذا القطع هذا تحيطوا عن طريق تدخل لهذه النظيمات كاملين كل واحد وشنودر الدور دياله وبالتالي حصلت على على جزئات جديدة من اللدئين وهكذا دواليك اذا هكذا كنكونوا سالين المضاعفة النصف محافظة ديالنا كنتمنى تكونوا فهمتوا السلام عليكم اشتركوا في القناة